قبل اطلقت البيتر الرابع من iOS 11.3 بهذا الفيديو في بعض المعلومات المهمة حابب خبركم فيها لهيك تابعونا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته معكم عبد الرحمن مثل ما انه بهذا الفيديو قبل اطلقت البيتر الرابع من iOS 11.3 هتلاقي اول شي حجمه اللي ما له محمله من قبل حجمه 2 جيجا تقريبا انا هذا الايفون 7 ما كنت محمله عليه من قبل لهيك هتلاقي انه حجمه 2 جيجا بينما اللي محمل نسخ البيتر السابقه ممكن تلاقي حجمه 200 ميجا او 300 ميجا طيب بالنسبة هل في شي جديد فيه لهي البيتر الرابعة تقريبا لحد الان ما اكتشفت فيه شغلات كتير مهمة لحتى اخبركم عنا لساتا اذا بدك تعرف صحيحة البطارية لساتا موجودة لانه في كتير اشخاص كتابولي انه هل هي التغت ولا لا لا لساتا موجودة وفيك تعرف اذا البطارية بحاجة انها تتغير ولا لا طيب فيه شغل كتير مهمة حابب بخبركم عنا انه مجمع كل تحديث لازم تلاقي انه فيه تغيرات جوات الجهاز كل التحديثات اللي بتنزل هاي منشان تصلح بعض الاخطاء يعني منشان اذا الجهاز عندك عم يعلي تصلح لك يا ومات يعلي فاذا انت ما عندك تعليق وجهازك شغال مية بالمية ما بنصحك يتحدث في كتير اشخاص بيسألوني هل ينحدث ولا لا مثل ما قلت لكم اذا جهازك شغال مية بالمية وما في اي تعليق والبطارية ممتازة لا تحدث ابدا التحديثات بتنزل لحتى يصلحوا لك الجهاز بينما اذا انت جهازك ما في اي مشاكل لهيك ما في ضرورة ابدا انك تحدث وبكل الاحوال اذا بدك تحمل نسخة البيتة من او اس 11.3 هحطي لك الرابط تحت كل ما عليك انك تفتح وتتجاوز الاعلانات وهتلاقي انه نزل عندك ملف تعريف انت سبته ووافق على التسبيت بتنزل على العام تنزل الهون على ملفات التعريف هتلاقي انه نزل عندك هدا هو ايو اس بيتا سوفتوير هذا اذا بتثبته هتلاقي بعد ما تعيد تجغيل جهازك بتروح على الاعدادات تحديث البرامج هتلاقي انه تطلع لك التحديث الايو اس 16.3 البيتا الرابعة وبالنسبة للاشخاص اللي محملين نسخة البيتا فيه بيسألوا انه هل فعلا ممكن نرجع للنسخة الرسمية بشكل عادي وبدون اي ايتونز لما بتنزل النسخة الرسمية اكيد فيه تروح على تحديث البرامج وهتلاقيها موجودة عندك بدون ما تحتاج انك تحدث عبر الايتونز فهذا وكذا الفيديو اتبعنا بتمنى يكون لأعجابكم لا تستطيع اعمل لايك وتعمل اشتراك في القناة لا يوصلك كل شي اخبار عن الايو اس بشكل سريع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته